طيب هنبدأ في البلايلس دي هنتكلم عن كورس الكمبيوتر جرافيكس أول محاضرة هنتكلم عن إلماس اللي هنحتاجه عشان يتعامل مع الكمبيوتر جرافيكس طيب مبدئيا الحاجات اللي بنتعامل معاها في الكمبيوتر جرافيكس ياما النقطة ياما بكتور ياما ماتريكس عشان أبدأ أرسم حاجة 2D أو 3D أو ممكن أرسم line ممكن أرسم triangle ممكن أرسم حاجة 3D فأترى أن أنا أتعامل معا أريبريزنت الأشكال دي كبوينت أو فيكتور أو ماتريكس فإيه هي البوينت دي؟ البوينت دي عبارة عن location يعني عبارة عن موقع موجود في الصورة أو موقع موجود في السكرين عبارة عن x و y والفيكتور ده عبارة عن اتجاه يعني أن أنا معايا ونفرض line الline ده بيبقى له طول ولو direction يعني ماشي يمين أو شمال بيقاله direction يعني orientation هنفهم بالتفصيل برضو بعد شوية يعني ايه فيكتور الحاجات اللي ممكن نعملها على الpoint أو الفيكتور أو حتى الماتريكس أننا ممكن نعمل translation للبوينت ممكن نخلي البيينت دي أنقلها تبقى موجودة عند البيينت تانية وبالتالي هينتوك لـ different point أو أننا لو هتعامل مع الفيكتور ممكن أترانسلات الفيكتور وبالتالي هاوصل نفس الفيكتور بس ممكن أغير الdirection يعني تفاصيل فاللي بيحصل لنا لو عايزي أترانسلات حاجة ياما لما بعملها translation بوصل لنقطة تانية أو لو عملت لها translation عملت translation للdirection الفيكتور دي عبارة عن quantity وعن حاجة ليها قيمة بس ليها معلومتين direction ومجنيكس يعني ليها طول وليها اتجاه الاتنين فيكتور ممكن عليهم بيصابة بعد لو ليهم الحاجتين اللي هم نفس الطول وليهم نفس direction هم مش موجودين في نفس الpoint يعني ممكن واحدة تكون يعني مش لازم يكونوا متطبقين يعني متطبقين على بعض ممكن يكونوا ده فيكتور وده فيكتور لو عارة جيت استوم لقيت نفس الطول وجيت شفت الdirection لقيت نفس الdirection فبقول ان الtoveكتور دول ممكن نقول عليهم equal يعني بيساوا بعض الطول الفيكتور بنربزه بالرمز اللي هو العصيتين دول وجواه اسم الفيكتور فانا بعايز اقول طول الفيكتور ولو الفيكتور طول زيرو ده معنى ان هو اللينس بتاعه زيرو والاتجاه بتاعه غير معرف يعني حالة خاصة من الفيكتور ان لو كان اللينس بتاعها زيرو لو كان اللينس بتاعها زيرو بنسميه زيرو فيكتور ويكون الdirection في الحالة دي undefined أو غير معرف ايه الحاجات اللي ممكن اعملها على الفيكتور لو انا عندي فيكتور اسمه a وفيكتور اسمه b وعايزة اعمل لهم addition ده معناه ان انا بوصل البداية ال a بنهاية ال b بالمنظر ده معايا ده اسمه a زائد b تهام ممكن اجمع 2 فيكتورس اه ونتيجة جامع 2 فيكتورس بيكون عبارة عن فيكتور جديد اه اه احسنة بعم بوصل البداية بتاع الفيكتور الاولين بالنهاية بتاع الفيكتور البتاني وبنسميها كده ان ال a يعني بيبقى ال a زائد b بيبقى ازائد b بس عندنا معلومة ان العملية تتجمع في الفيكتورس بتكون يعني تبادلية يعني ال a plus b اكبر b plus a بمعنى ان انت لو معاك ال a كفيكتور ومعاك ال b وجمعتهم هي هيها ان طبعا لو معاك براليولوجرام اللي هو متوازي الاطلاع معاك ال a طبعا قصادك هنا ايه وقصادك هنا ال b جيت جامعة ال b زائد ايه هيديك نفس الحاجة دي اللي هو القطر ده ولو جمعت ال a زائد b هديك نفس الحاجة فa زائد b هي اياها b زائد ايه طبعا كل فيكتور بيبقى له امبرس طبعا بيكون لي نفس الطول ولكن بيكون مختلف معاه في الاتجاه لو رمضت الفيكتور ده على النوة a يبقى انا معايا هنا ده اسمه سالب a او نيجاتيب a يعني ولو حبيت اعمل طرح اللي تو فيكتورز يعني يعني ليبقى اجمعهم يعني ال b زائد نقص a هي اياها نقص a زائد b يعني لو انت عايز تجمعته فيكتور فيكتور اسمه A وفيكتور سوريا فيكتور اسمه سالب A وفيكتور تاني هنا باسمه B هتجمحه هيبقى ال B زائد سالب A عملية الطرحة عملية إبدالية بحيث انت معك سالب A زائد B اوكي او او فيكتور بيبقى له inverse وبيكون لي نفس الطول ولكن هو مختلف معه طيب احنا دلوقتي انا معايا فيكتور اسمه A وفيكتور اسمه B وعادة الفكتورز اللي موجودة دي واتجاهاتها ممكن تكون مختلفة واطوالها وكده فلو احنا عايزين نتعامل مع جنرال فيكتورز اللي هو الكارتزيان فيكتورز مثلا انا معايا دلوقتي الفكتور اللي اسمه C اسمه 2X زائد نص Y يعني 2 فيكتور اسمه X فيكتور اسمه Y وعايز تقول ان مش X زائد Y لا 2X زائد نص Y ده بيساوي فيكتور جديد فاحنا ممكن نعبر عنه باتنين فيكتور متعملين على بعض اللي هو الX والY عايز فيكتور اسمه 2X وعايز فيكتور تاني اسمه نص Y آآآآآآآآآآآآآآآ يعني اي فيكتور في الدنيا ايه بيساوي حاجة X زائد حاجة Y يعني مسلا اتنين X زائد نص Y ربع X زائد تلت Y ربع X زائد اتنين Y اي حاجة آآآآآآآ دي دي زانا نزريته فيساغورس مش اعرفها اساجوريان فيساغوريان سيرم الليوي Protestant taylor لما عايز تجيب طول ال Jacobs اتمنى يكون في تغيير لون احنا ممكن نسمي الفكتور الي اسمه C ده هو الـ A لو عايزين نغيير اللون اتمنى يكون فيه تغيير اللون نضعين لنزا شابس مش عارفهم طيب يعني لو حصلنا لللون اوكي اغش عايزة نكتب بالاسود يعني المهم؟ ممكن أسمي الفيكتور والاسم الشي ده A حرف A يعني طيب فهيبقى A بيساوي X نود A زائد Y نود Y سوري X نود X زائد Y نود Y يعني لو عايز نجيب بقى طول الفيكتور ده ممكن أستاذ النظريات في سغورس لو عايز نجيب طول الفيكتور ده ممكن أستاذ النظريات في سغورس لأنهم اتنين دول عاودين من بعض بعاودين من بعض فميكونوا مسلس قائم فنظريات في سغورس بتقول أن الوطر طول الوطر بيساوي الجزء التربيعي ده اللي هو X تربيع زائد Y دي تربيع صح كده دي حاجة كده بنظريات في سغورس يعني فطول الفيكتور اللي أنا هقدر عمله ممكن أجيب النظريات في سغورس أن الوطر بيساوي كده تربيع X A تربيع زائد Y تربيع اللي هو A coefficient أو المعامل بتاع X اللي هو اتنين تربيع زائد نص تربيع طيب We write the coordinate We write the coordinate of A We write the coordinate of A either as an ordered pair اللي هو ال-A دي عبارة عن حاجة انترمزه في ال-X وحاجة انترمزه في ال-Y فأنا ممكن أسميها X نود XA YA أو ممكن أعملها بتنشعر هاي الماتريكس اللي هي XA YA تمام We can also represent 3D وال4D اللي أنا أكبر الفيكتور ده يبقى XA YA وZA وهكذا لو إحنا في حاجة ال-3D بنستخدم فيكتور التالت بنسميه basis vector وبيكون orthogonal على X والY يعني يكون عمودي على الاتنين اللي هي بالنصرية بتاعت اللي خطوها في السنوي معايا X ومعايا Y وده LZ بيكون عمودي عليهم هما الاتنين بحيث قالت اللي Z عمودي على ال-Y والZ برضو والZ برضو عمودي على ال-X فده Z وده X وده Y يعني لو عايز عبر عن حاجة 3D يعني 3D معناها من الزو اني لها 3 معلومات في الدماء في بيسموها ايه في ال- في ال-Space يعني معايا X ومعايا Y ومعايا Z طيب ولو عايز عبر عن حاجة سريلي بقى X A Y A وزد ايه عبر عنها على حاجة order اللي هو بيسموه زوج مرتب أو الكلام لبكت طيب سكلر برودكت ال a and b are two vectors او لو عايز اعمل dot product الاثنين vectors لو عايز اعمل dot product الاثنين vectors فانا دلوقتي معايا ال a وعايا ال b ناتج ضرب بتكلم بقى على الضرب مش الجامع الجامع كده متوصل بداية بالنهاية لكن ناتج ضرب ال a مع ال b بيكون عبارة عن بتاعة ده فيكتور عمودي على واحد منهم فال a and b are two vectors والانجل الالفة ازة انجل بتون ال a and b ويعتبر ال dot product بتاع ال a وال b ممكن يجاب ال اكوشن دي طبعا دي حاجة لها إثبات معين يعني ال dot product بنسميه a dot b أو a نقطة b بيساوي طول الفيكتور اللي اسمه ايه في طول الفيكتور اللي اسمه بيه فيه كوزين الزابر تقام وال dot product بنعتبره كيقله projection سقاط يعني سقاط عمودي على البتاع دي ويه لو اتنا عملنا يعني تعملنا ماسي ما تكلم مع اللي كوشن دي هيبقى ال a b كوزين لو خدت ال a والكوزين بس هيديني ال a كوزين الالفة بيساوي ال a b على المكيس ال b أو على طول الفيكتور اللي اسمه بيه ف a كوزين الفة بيساوي a b على طول الطول بتاع ال b آآ ف the projection of a onto b is a lens سقاط الفيكتور ال a على الفيكتور بيه بيكون عبارة عن فيكتور جيدة عمودي على الفيكتور ال b مثلا طيب ال dot product دي حاجة مهمة جدا هنتعامل معاها في ال في وقتها يعني طيب الخصاص في عدود product إن هي associative و distributive associative اللي هي نسميها يعني كده يعني ال a dot b بيساوي ال b dot a اللي هي إبدالية ولو انت معاك ال a dot b لو انت معاك ال a ضربت في b زائد c هي هيها لو فكت الكوس قبل التوزيع يعني ان ال a dot product مع ال b زائد ال a dot product مع c بقى كده a dot b زائد a dot c دي كده التجميع اللي هو k a dot b هي هيها a dot k b او k a b يعني لو ضربت value في ال a dot b هي هيها اياها لو ضربت ال value في الفكتور التاني وهكذا if two vectors a and b are expressed in cartesian coordinate cartesian اللي هي ان انا اعتبره in terms of the x وال y we can take advantage of x dot x في y dot y equal 1 and x dot y equal 0 to derive dot product is لحظة دلوقتي انا معايا dot product بتاع a dot b وانا بقى عايز ادور على feature او خصائص يعني خاصة بال dot product زي في خصائص ثانية ان انت لو شلت ال a وحطيه بدالها هي ايه بالنسبة لل cartesian متاع cartesian coordinate وده تخش بقى على الخصائص هتلاقي ان ال x a x زائد ال y a y مضروبة في ال x b x زائد ال y b y ممكن اضرب ده في ده يعني ال x a x dot product ال x b x يعني ال x a x b مضروبة في ال x dot x زائد اه ان انا برضو ممكن اضرب ده في ده اللي هو ال x a x مضروبة في ال y b y فين هنا بمعاك x a y b مضروبة في ال x y زائد اه نجي ده اخد دي بقى ونوزحها على دي بقى ال y a x b مضروبة في ال y dot x اهي واخد دي اضربها في دي يبقى عندي ال y a y ضرب ال y b y هتبقى ال y a y b مضروبة في ال y dot y اه لثبب ما يعني ماسماتيكل يعني ان ال x dot x ضربها بواحد dot product بتاعها بواحد يعني ال vectore ضربه في نفسه بواحد وكذلك ال y dot y اوكي فهو هيشيل ال x dot x و y dot y فالمعادلة بحط بدلها واحد فمعاك x a x b ودي ال y a y b ودي ال y a y b تحط بدلها ضرب واحد يعني فتنزل والي اتنين دول ان ال x y ضربهم بيبقى 0 وده 0 وده 0 فيبقى لي كده طبعا يعني ده كاركترستيك ممكن تفيدنا ان انا بقى عارفة dot product بتاع ال a وال b هي عبارة عن ال x a x b زائد ال y a y b دي ممكن نفهمها يعني نفهمها نستفادها ازاي مع الوقت نستفاد بها ازاي مع الوقت بعد كده في حاجة اسمها cross product cross product of the a وال b طبعا هتلاحظ كده dot product و cross product يعني dot product يعني dot product يعني dot يعني dot b او a نقطة b cross product cross يعني ضرب فa a ضرب b اني كلهم ضرب بس دي نوع وده نوع فa a ضرب b a cross product دايما مستضم فيه three dimensional vectors لو عايز تجيب a ضرب b بس طول الفكتور اللي ناتج نتيجة ضرب a cross b بها يساوي طول a في طول b في سير ازاي بينهم طبعا الحاجات دي يعني دي رجول بس هي لها إثباتات بشكل ما بس هي هتبقى طويلة شوية ان احنا نجيبها او نحنا نشرح يعني أنا معايا الفكتور اللي اسمه a وده الفكتور اللي اسمه b لو عايز اجيبهم فهو عبارة عن عبارة عن يعني a cross b عبارة عن فيكتور عمودي على ال a وعمودي على ال b تمام كده؟ ناس كده؟ ناس كده؟ ناس كده؟ ناس كده تجيب ال a area بتاعت الحاجة دي ممكن تجيب ال a area اللي هو بتجيب a area متواصل الاضلاع بتعندك مسلسة ضربة في اتنين مثلا طول قاعدة الارتفاع او ان انت تجيب عبارة عن طول الفيكتور ده طول الفيكتور ده مطروف في سين الزوال البني دي الاريا يعني طول عند اتس لينس اللينس بتاع كروس برودكت اللينس بتاع كروس برودكت بيساوي مساحة متوازن اضلاع الزهر هنا مساحة متوازن اضلاع ممكن تجيبها عبارة عن عبارة عن مسلسين وتشوف بقى تدربة في اتنين تشوف هتجيب ازاي عمساحة متوازن اضلاع او ان انت تجيبها بالرول دي اللي هو طول ايه فطول بي فسين الزوال البني طيب تريجونومتري تريجونومتري دي اللي هي بيسموها حساب المسلسات التعامل مع الزوال واللي كنتم بتسموها ايه الاوطار الدايرة والوطر فبقل الاول يعني انجل انجل is defined by the length of the arc segment it cuts out on the unit circle يعني الزوال عبارة عن طول الوطر او مش الوطر ده ده اسمو ايه اللي هو البتاع دي يعني الوطر او مش اسمو وطر اسمو بالعربي ايضمتو نو المسا الابين او مش حافظة وده ولا وطر او مش وطر اللي هو البتاع دي وخلاص ماشي يبقى زي انجل is defined by the length of the arc segment it cuts out زي انجل is يعني انا دووقتي في حاجة اسمها هي انجل is انجل is انجل is انجل is عبارة عن سيركل بس النص الكتر بتاعها بواحد اوكي نص الكتر بتاعها بواحد ده واحد وده واحد ويعني كياس الزاوية اللي هي سيتا دي او في بيساوي نفس طول الارك سيجمنت ده is defined by the length of the arc segment it cuts out اللي هو طول الزاوية دي زاوي فدلع فيه دلعينة وفي دلعين دول الدلع ده قطع الزاوية والطلع ده قطع الزاوية فكون وطر نسي زيب عربي عن ايه بيكون البتاع ده طيب فده فطول الزاوية دي بيساوي نفسه طول الارك سيجمنت ده طيب is the sign of the angle is determined by the order in which the two half lines are specified the sign of the angle is defined by the order in which the two half lines are specified اشارة الزاوية بتتبين بالorder بتاع اللي انت بتعمله يا مسعك معاك هنا ايه زاوية فانت دلوقتي ماشي مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة فطبعا دي زاوية وهنا في زاوية يعني في زاوية هنا لان انا قفين عقارب الساعة لو انا ماشي كده مع عقارب الساعة فانا ماشي كده مع عقارب الساعة فلاص فدي زاوية طيب لو انا جيت مسكت من هنا ومشكت او مسكت العكس جيت كده بس يعيثها بقى الزاوية بتحسمها كده طول الزاوية اللي موجودة في الدائرة بتكون تنتمية وستين فلو انت معاك فوق هنا فاي مع عقارب الساعة فعكس عقارب الساعة برا على اتنين باي نقص فاي اللي هي تنتمية وستين نقص الزاوية فاشارة الزاوية بتحدد على حسب انت ماشي ترتيبك ماشي ازاي انت واقف من هنا واتروح لده مع عقارب الساعة ولا هاتروح له من هنا مع عكس عقارب الساعة فالترتيب بيفرق تمام تمام ايما تقول طول الزاوية بتاعتي اللي هي تلتمية وستين او ممكن نقول عليها من سالب مية وثمانين لمية وثمانين تمام كده دي اللي هي وحنا بنتكلم عنه جزء التريجورمتري او الزاوية اللي موجودة في الدائرة اللي هي نص قطرها بواحد طيب زي يقولوا تقوفيز سارك لنز إز ردينز وردينز 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 ورد زاوية برينتر 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 ردينز برينتر يعني محيط الاول عايز تحول بين degree و radians الوكيسي والستين يعني degrees بيستمي 100 على bi و radians او radians بيستمي 100 على 180 degrees طيب عايز بقى يتكلم على اللي هي بتاعة تسموها بالعرب ايه ال sine وال cosine وال ال sine والجتة والزو تمام او ال sine والكوزين والتاني عايز اجيب ال sine والكوزين بتاع مسلط ازاى لو انا عندي مسلط قائم وما معايش اطول اضلاع قد كده وعايز اجيب اااااااااا عندي معلومة الزاوية بس ااااا يعني لو في حاجة نقصة يعني معايز. المقابل وال المقابل والمجاور والوطر. المقابل اللي هو تبست. و المجاور التجسيند والهايبوتينيس الهايبوتينيس ده الوطر والزاوية بنضطر ان احنا نعمل الصين والكوزين والتان لو في عندي معلومة نقصة مش هتعرف كله في اسمها ايه في النظرية في زغورس يعني مش هعرف ان انا اجيبها على طول لان انا في زغورس معايا ده وده وده اقدر اجيب لو ده نقص اجيب ومعايا ده وده اعرف اجيب ده حاجات كده يعني بس الفكرة ان لو معايا زاوية المحصورة ممكن بقى عادي لو ده مش موجود اعرف اتعامل او لو اتنين مش موجودين المهم يعني انه طريقة تانية للتعاول مع المثلث القيم واطول الاضلاع والزوائي فلو عايز تجيب ساين الزاوية او اللي هي جاس زاوية المحصورة بين ضلعين هتبقى عبارة عن المقابل على الوطر اللي هي الابسط على الهيبوتينيس فهيبقى بتساوي لو ده ايه لو انا معايا مثلا زاوية زي كده وده ده الاكس وده الواي وانا عارفة انه يوني السيركلي يعني ده بواحد كتر ده او نص كتر ده بواحد فساين السيتا عبارة عن الابسط على الهيبوتينيس اللي هي المقابل على الوطر المقابل على الوطر اللي هي الواي على الواحد يعني ساين سيتا يساوي ايه واي والكوزاين سيتا بيساوي اكس لانا الكوزاين سيتا بيساوي المجاور على الوطر اللي هو الاكس على واحد والتان الزاوية او الزاوية زاوية تيبقى عمارة عن وعه على يكس لانها بتسبي المقابل على مجاور المقابل على مجاور عندي اللي هي اكس على وي او نسميه ويد لان على اكس فعشان تتعامل مع الثان والكوزان والتنينجئ meditation ممكن تتعامل مع عجة جنرال او مع اليون السيركل يعني الي ليها نص وكتر واحد ففي الانجينرال عشان تتعامل مع الثان والكوزان والتان فالثان عبارة عن المقابل على الوطر ودي بتسوي المجاور على وطر ودي بتساوي المقابل على المجاور ولو تعاملت بناء على اليونة سيركل هتبقى بتساوي الساعة ستساوي y بس والكوزية ستساوي x بس والتانسية ستساوي y على واحد لأن المقام بتاع الحاجة دي عبارة عن الوطر والوطر هنا بيساوي واحد لأنه هو نص الكتب بتاع الدايرة وهكذا x على واحد وكتب طيب ممكن يعني وإحنا شغالين بالطريقة نحتعامل مع الساعة الكوزية الCOORDINATE SYSTEMS انت عايز ترسل نقطة فممكن ترسل النقطة عن ترمز وفي الX AXIS والY AXIS وبنسميها الكارتزيان أو الكارتزيان أو الكارتزيان سيستم اللي هو فيه XY يعني الحداث اللي مش عارفة بتسموه ايه السين بين اللي هو يعني فيه الXY طيب البولر سيستم ان انت تبدأ بقى بص معاك نقطة وتشوف النقطة دي الخط لو ترسم بين النقطة دي والنقطة صفرة اللي هي الX الزيرو الزيرو نقطة الأصل هو النقطة دي أو الخط اللي ترسم ده بيرس بيعمل زاوية كام اللي هي سيتا مع المحور السينات السيتا ده بنسميه بولر سيستم طول الخط ده بنسميه R والزاوية اللي بيعملها اسمها سيتا ساعتها بقى بقدر ان انا يعني الاول كنت ببصر النقطة XY عن ان هي قد الX ود الY ده بنسميه كارتزان سيستم النقطة ايه هي قيمتها بالنسبة لX والY فبقولك الX بيساوي واحد والY بيساوي تلاتة مثلا دي النقطة دي اسمها واحد والتلاتة لكن لو هتعامل بالبولر سيستم البولر سيستم بيقول ان ارسمي خط بين النقطة والنقطة الاصل وهيدديرك خط خطة طوله R وشوفي الزاوية المحصورة بين الخط اللي ترسم ومحور السينات بس زاوية دي اسمها سيتا ساعتها الX هتساوي R كوزان سيتا والله هيساوي R سان سيتا جبن الايه اللي هي نظريت في الساقورس الX مش احنا بنقول ان كوزان الساوية بيساوي المقابل على الوطر كوزان الساوية دي بيساوي الكوزان الساوية بيساوي مجاور على الوطر يعني الكوزان بيساوي X على R لو جبت الX بيحدها في طرف يبقى الX بيساوي R كوزان سيتا صح كده؟ فلو عايز نجيب كمتة الX والY in terms of the polar system الX هتساوي R كوزان سيتا والY هتساوي R سان سيتا ده هيفيدنا فين؟ هيفيدنا في الRotation يعني فيه حاجة كده لو انا عايز اعمل اعمل دوران للأوبجيكت فساعتها اثار ان انا اتعامل مع الPolar system وهنا بيقول لك المابنج يعني ان انت في الكوزان بتبوست للنقطة على انها X و Y او البرامتر اللي عندك X و Y لكن لما بتروح للبولر بيبقى عندك برامتر الجدوات بيظهر اسمه R و سيتا دي يعني بيقول لك الجدوة الرسمة دي بيبقى لك العلاقة بين البولر والكوزان في الكورتزيان ده في منه 2D وفيه 3D طبعا لو 3D دي معنا ان اظهر لك X و Y و Z و D هنا X و Y و Z بهم يعني لو عايز تشوف الX ازاي عمودية على الY ساعتها ممكن تستخدم نظرات الLIFT HAND انك تحط تمسك ايدك كده ايدك اللي ميل ويصور الشمال هتلاقي ان السوابع اللي متشارة دي عليها يعني كل واحد فيهم عمودية على التاني فهو ده اللي بيحصل ان الX والY والZ هم عمودين على بعض بصيت بيدك لمن بصيت بيدك الشمال هتلاقي اياها ان الX والY والZ عمودين على بعض طيب فيعني ينفع عبر عن الوبجيكت بال2D أو ال3D خذنا نتكلم اكتر عن النقطة بيقولك النقطة عبارة عن موقع لو انا بتعامل مع الX والY عبارة موقع موقع في الX والY بناء على الX والY فيعتبر هنا بالنسبة لها لقيمة X خمسة والY بتلاتة فالنقطة دي اسمها خمسة وتلاتة خمسة وتلاتة بناء عليها بناء على ان انت بتبص على الX والY ان نقطة الاصل هنا لكن لو كانت نقطة الاصل هنا عند نفس النقطة فالبي دي قيمتها صفر وصفر هو بس عايز يقولك كده يعني ان النقطة مش دايما باسمها خمسة وتلاتة فخمسة وتلاتة بناء على انت بصص لها منين انت لو بصص هنا هي قيمتها خمسة وتلاتة لكن لو بصص هنا فيها قيمتها صفر وصفر وبالتالي فالدستانس من الأورجين بيزيرو وهنا الدستانس بالأورجين لو عايز تجيب المسافة بينها وبين الأورجين بتسوي X تربيع أو Y تربيع دي حالة كده اتقدت في الاعداد يعني اللي هو عندك نقطة النقطة دي مثلا خمسة وتلاتة ونقطة دي صفر وصفر عايز تجيب المسافة بينهم بتبقى عبارة عن الX دي الX ناقص الصف تربيع زاد الY ناقص الY او الY ناقص ال 0 تربيع يعني معاك نقطة دي دلوقتي نقطة دي اسمها 3 اه سوري 5 خانا نقص زي ما احنا عملينا نشرح 5 خمسة و 3 نقطة دي اسمها 0 و 0 لو انا مبص على الفريم اي يعني بعرف النقطة بناء على الفريم اي النقطة دي اسمها 0 و 0 عايز تجيب المسافة بين النقطتين دول او طول يعني ده المسافة دي كانت بتسوي ايه بتساوي الدستانس بتساوي او الدستانس اللي هي المسافة بتساوي الجزر التربيعي ليه X اللي هي 5 ناقص صف تربيع الفرق بين الX التربيع زاد الفرق بين الواد التربيع اللي هو 3 ناقص صف تربيع تربيع تمام دي مين دي الديستانس لو انا كده قلت الX ناقص الصف يعني كانها X تربيع كانها 5 تربيع صح وهنا زاد 3 ناقص صف اللي هي 3 تربيع من المين من ال5 تربيع وال2 تربيع دي عبارة عن الX والY الX والY يعني نقطة دي لها قيمة اسمها X والY يعني الXY بتاعتها 5 الX بخمسة والY بي 3 طيب دين يعني ايه نقطة دي نقطة بتتعرف بناء على انت بصص لها من ريفرنس فرين لو هي الرفرنس فرين بتاعك الفرين ايه فهي اسمها 5 و 3 لكن لو الرفرنس فرين بتاعك هو الفرين بي يبقى نقطة دي اسمها 0 و 0 وساعتها الدستنس ستكون بصفر لان صفر من الصفر بصفر وزائل صفر من الصفر هديك صفر والروب بتاع الصفر بصفر بيبقى الدستنس بصفر غير هنا بقى بقى عبارة عن الجزر التربيع الX تربيع زائل وي تربيع طيب فهدي الفلسفة معينة يعني للتعامل مع البيونت طيب الفيكتور ان اتشوزن كوردين سيستم يعني لو عندك نقطة ونقطة وجيت مشيت من نقطة دي للنقطة دي فالدنيا اللي بينهم دي يسميها line A بس ممكن نسميها فيكتور لان هي عمرة عن line A لون لينس بس نقطة جاية انت ماشي من بي 1 ل بي 2 فنقدر نقول ان الفيكتور هو عبارة عن الديفرنس between two points in a specific direction في direction line for the two dimensional point B1 و B2 we can specify the vector as البي بيساوي البي 2 ناقص بي 1 البي 2 ناقص بي 1 احنا عرفش عادي ممكن انا شايف ان الساهم رايح من 1 ل 2 مش مشكلة خلنا ان الفترد من الساهم كان كده فالبي بيساوي بي 2 مينس بي 1 والبي 2 دي عبارة عن الحاجة ناقص حاجة يعني الـ x تترح وي الوقت تترح هيديك الـ vx والـ vy دي كده دي كده معنى الفيكتور ده يعني الفيكتور بيكون عبارة عن طول في الـ x وطول في الـ y طيب ممكن اعمل ايه في الـ ممكن اعمل addition subtraction product cross product في الحلس شرحين كده يعني ممكن اجمحها ممكن نترحم والجامعة والطرح ابدالي dot product dot product ده cross product cross product بتتعامل مع L3D والcross product ده عبارة عن في الاخر نتيجة نتيجة الضرب هتبقى عبارة عن عبارة عن فيكتور عمودي عليهم هما الاثنين طيب عبارة عن القرق عبارة عن عبارة عن لو عايزة أجمع فيكتور معين زائد فيكتور معين يعني ها أجمع V1X زائد V2X و V1Y زائد V2Y ولو أنا Z دايبا V1Z زائد V2Z يعني هجمع X بتاع الفي الأولانية زائد X بتاع V تانية تمام؟ هجمع Y بتاع الفي الأولانية والY بتاع الفي الأولانية V لو هي Z فعبارة عن هجمع Z بتاع الفي الأولانية والZ بتاع الفي الأولانية هنا معين فيكتور V1 هنقولنه X Y بس عادي V1 و V2 عايز أجمعه فهيدين فيكتور تاني ها جمعهم ها هادي V1 هو بغير ما ربش لي يعني هادي مفروض V1 ودي V2 فبا V1 يديني كده V2 واجمعه بس عادي يعني لو معايا قادل V1 ودي V2 فعايز أجمعهم هايديني V1 زائد V2 زي مش رحنا قبل كده بس هو بيجبها لك بالتفصيل يعني الدوت بروضاكت لأنه الدوت بروضاكت ده بيكون في التو دي سعب نسميه سكيلر بروضاكت سكيلر بروضاكت لأنه هينتج لك يعني بيساوي اتنين بيساوي تلاتة بيساوي حاجة يعني فالV1 دوت بروضاكت V2 عبارة عن الـ X بتاع V1 تضرب في الـ X بتاع V2 زائد الـ Y بتاع V1 ما تضرب في الضرب عادي يعني ضرب في الـ Y بتاع الـ Y بتاع V2 وهكذا تضرب وجامع تضرب وجامع يديك رقم عشان كده بيقولك سكيلر بروضاكت يعني أنه يديك قيمة بيساوي عشرة مثلا الدرب كوميفتوب يعني يبدال V1 V2 هي V2 V1 والدوت بروضاكت دستريباتيب اللي هي قبل التوزيه فلو معاك V1 تضرب في V1 V2 زائد V3 هي إياها مش هي دستريباتيب يعني توزيه يعني V1 V2 ضرب بروضاكت يعني زائد V1 V3 طيب خلينا ناخد مسال أحسن واسل مواجهة بمسال فانا در بقتي معايا فيكتور اسمه W اسمه 2 و 4 فيكتور تاني اسمه V اسمه 1 و 0 أنا عايزة دوت بروضاكت يعني الدوت بروضاكت عبارة عن فيكتور عامودي على 1 منه فلاص كده فيكتور عامودي على 1 منه فانا عايزة جيب عايزة جيب الفكتور الي هو عامودي على الفي دي نقطة 0 و 0 فالU عبارة عن ال . product تتعالى ال W في ال V طب ال . product عبارة عن ايه يعني التفصيل يعني تضرب ال 2 في ال 1 زاد ال 4 في الصفر هيديك 2 فالسكيلر product يعني يطلع على قيمة معينة يعني ال U ده بيساوي 2 يعني كانه طوله يعني طوله 2 طيب هال cross product بيسميه vector product مش سكيلر يعني الناتج بتاعه بيكون عبارة عن contain يعني او حاجة يعني مش value واحدة ف ال cross product of the vector they can be expressed as V1 cross product V2 هيساوي يعني رول عظيمة يعني ان ال ال Y بتاع V1 وال Z بتاع V2 نقص ال Z بتاع V1 وال Y بتاع V2 ده برعه عن نقطة و بص انت بتعمل كله مع كله يعني ال Y مع Z وال Z مع ال Y وبعدين Z مع ال X وال X مع ال Z وبعدين ال X مع ال Y وال Y مع ال X فتلت نقطة يعني فيه فصلة هنا فيه فصلة هنا مش جامعة أو طارح لا دي تطرح من دي ودي نقطة لان انا اصلا في الاخر ال cross product ده عبارة عن Vector يعني ال dot product عبارة عن قيمة طول Vector عمودي على واحد منهم لكن cross product عبارة عن Vector عمودي على ال 2 فهو 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 فيكتور فيبقى معايا بالمنظر ده كده شوف انت V1 بكام وال X Y بتاعتها ايه وال Y X Y بتاعتها ايه هو انا كتب لك rule general يعني بفرض ان فيه Z يعني فلو ما عندي ناس جده يبقى X Y منس Y X معدين X Y منس Y X بس تمام طيب cross product of N2 parallel vectors is zero cross product of N2 parallel vectors يعني ال 2 vectors دول اللي هما كان مثلا X Y اللي عندنا كانوا عموديين على بعض هما اصلا عموديين فال cross product بتاعهم يطلعب زير يعني لو انت بتجيب يعني ال X و Y عمودي على ال X عمودي على Y عايز تجيب الزد بتاعتهم هيكون cross product بتاعهم بزير طيب cross product مش commutative مش ابدالي لان V1 cross product V2 بيساوي سالب V2 في V1 anti-commutative is anti-commutative يعني ليس ابدالي cross product is not associative يعني ليس مش عارفة ايه قابل التوزيع اه ولا بيسميها associative 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 اللي هو فلو معاك V1 cross product مع اتنين مجموين على بعض هي اياه ان V1 cross product V2 وبعدين V1 cross product مع V2 مع بيسري طيب cross product مثال لو معاك V1 3 و 2 و 5 و V2 7 و 11 و 13 و عايز اجيب cross product بتاع V1 في V2 هتعمل ايه ده X هاضربه في 13 وبعدين ده X و Z بعدين تضرب Z في X و 2 اه احنا هنا معلش هو خد X و Y Z ساب X خالص يعني الاول واحدة Z اول واحدة X فارح ضرب Y في Z فاثنين 13 ناقص الخمسة في 11 ده اول نقط و باعك Y يبقى هاضرب X في Z اللي هو اللي ايه 5 7 ادي 5 7 بعدين 3 13 عمل حدا بعدين Z بعدين فناخد Y مع X في 3 11 ناقص ال2 في 7 انا بس مش عرفة هو ليه نعمل 5 في 7 وبعدين 3 في 11 كمفهود يعمل 3 في 11 لانه هو مش بالترتيب ما لانه بس هو جد مش غلطان هو في سبب ما يعني فتشوف بقى درب دي دي ناقص درب لو نعملها على الا يعني ديف دي ناقص ديف دي سلب 29 و ديف دي ناقص ديف دي سلب 9 وهكذا لو جربت عمل العكس اللي هو بنسمى هنا اللي هو commutative مش إبدالي با فيتوم هديك حاجة ثانية خالص خالي 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 مش هو قال هو not commutative اه يعني هو فيه سلب هنا في الاول دي سلب 29 وسلب 14 19 الداني سلب الاول وبعدين سلب 29 فهو v1 v2 cross product v1 هو مش إبدالي ولكن هو لو علاقة بينه وانه بيساوي سالف v1 v2 هنا زي ما هو قيل يعني اللي هو v1 v2 بيساوي سالف v2 v1 طيب طبعا كم كن يدينا مثال على بتاع distributive والحاجات دي بس عادي وده مثال للضرب عم مثلا وبعدين جاملك حدث يقنعك بان هي مش إبدالية الماتريسيز اللي هي الماتريكس هو بتسموها مصف وفارض الماتريكس عبارة عن كزا بكتور مع معض الماتريكس عبارة عن كزا بكتور مع معض طيب ممكن اعمل ايه في الماتريكس ممكن اعمل جامع الماتريكس ممكن اعمل ممكن اعمل اعمل يعني ممكن اجمع الماتريكس ممكن اضرب ها ممكن اجيب عكسها يعني يعني العكس الصفي بقى عمود والعمود بقصغ determining dua بيبقى زا ما يكون يعني قيمة للماتريكس والماتريكس امبرس اللي هي بعقوس الماتريكس هيبعن بقى مع الواقص طيب الماتريكس addition بيقس حاجة جداً matrix addition is defined only for matrices that have the same number of rows and the same number of columns يعني عايز تجمع matrix مع matrix لازم يكون لها نفس الروج ونفس الكلام دي عبارة عن 3 صفوف و3 أعمدة لازم يكون 3 صفوف و3 أعمدة أجمحها الماتريك جديد يطلع 3 صفوف و3 أعمدة عاد زيت بنجمحها زي 1 زي 1 بيسوي 2 2 زي 4 بيسوي 6 3 زي 7 بيسوي 10 وهكذا 9 زي 9 بيسوي 18 الماتريكس multiplication الماتريكس هو مش شرط يكون لاتنين نفس بلكن في شرط معين في الضرب هو إن the number of columns in A is equal to the number of rows in B لازم عاد الأعمدة اللي موجودة في A بيستوي عاد الصفوف اللي موجودة في B يعني دلوقتي دي 1 2 3 3 في 2 من بعض اللي يسوي بعض والناتج هيتلع 3 في 2 الماتريكس هيتلع 3 في 2 قبل ما نعمل multiplication لازم نتأكد إن عاد الأعمدة في الماتريكس الأولينية بيستوي عاد الصفوف في الماتريكس الثانية وبعد نضرب ويكون ناتج عمالية الضرب عبارة عن ماتريكس طولها ويعاد الرؤس بتاعتها بيستوي نفس الرؤس بتاعة الماتريكس الأولينية وعاد الأعمدة بتاعتها بيستوي نفس الأعمدة بتاعة الماتريكس الثانية أوكي؟ الضربة بقى بيحصل إزاي؟ طيب بنعمل إيه؟ بنعمل إيه؟ بنضرب أول صف في أول عمود وبعدين نضرب أول صف في ثاني عمود وبعدين نضرب ثاني صف في أول عمود ثاني صف في ثاني عمود وبعدين ثالث صف في أول عمود ثالث صف في إيه؟ في ثاني عمود يعني كل صف كل صف بتضرب في كل عمود كي كده؟ طيب فعنيني ما أقول مثلا صفر في واحد هنا هو صفر في واحد زائد سالب واحد في ثلاث سالب واحد في ثلاث ما عندنا دي دلع لك سلب 3 هنا بعدين 0 في 2 زئد سلب 1 في 4 0 في 2 زئد سلب 1 في 4 هيديك الكلمة دي يبقى يضرب اول صف اول عمود عشان يطلع لك هنا اول صف في اين كلمتركس جديد يجينا نضرب تاني صف في كل العمدة هنا تاني صف في اول عمود تاني صف في تاني عمود يطلع لك الكلمة دي 1 واحدة كده 5 1 زئد 7 في 3 خمسة في واحد زي سبعة في تلاتة فيضربها تحسبها تلاقي ستة وعشر ضرب خمسة في اتنين زائد سبعة في تلاتة هيطلع لك ثمانية وثلاثين وهكذا سالب اتنين في واحد زائد سالب اتنين في تلاتة سوري سالب واحد في اتنين زائد تمانية في تلاتة هيطلع لك رقم وبعدين سالب اتنين في اتنين وبعدين زائد تمانية في اربعة نعم مثال تاني لو معك ماتريكس واحد في تلاتة والماتريكس دي تلاتة في واحد يبقى انا لازم التلاتة دي تساوي التلاتة دي يعني عدل العمدة اللي هنا تساوي عدل الصفوف اللي هنا والناتجة يبقى عبارة عماتريكس واحد في واحد اوكي كده فتضرب كل ده وكل ده يعني اول صفف في كل العمدة اللي هو عمود واحد يعني الصفف ده في العمود ده هيديك واحد فاربعة زي اثنين غمس زي اثنين ثلاثة في ستة هيديك ثلاثة وثلاثين طيب لو عندي ماتريكس تانية تلاتة دي الماتريكس دي طولها تلاتة في واحد صح؟ الماتريكس دي عبارة عن واحد في تلاتة لازم الواحد تساوي الواحد والطرب عبارة عن تلاتة في تلاتة بتحصل ازاي؟ انا باول صف وكل العمدة يعني اربعة في واحد مطلع لك فاربعة ped behold 4 في اثنين بطلع لك 8 أربعة في ثلاثة ديك 12 تمت 예جل الخامسة درب في الواحد ديك قمسة خمسة في اثنين مع عشن خمسة في ثلاثة فيкон directions تمتдиك الستة ضربه في الواحد بعدين existe ضربه فياَ اثنين ست ضربه في ثلاثة ديكza اللي حصل ان انا مضرب الحاجة في كل عمود كنت باقينا العمود فيكو موحدة ما تريدة حاجة ترداله يعني عادي، بس ستة في واحد وبعدين 6 في 2 هنا وبعدين 6 في 3 خلاص كده ده مراجعة يعني على يعني ايه ضرب الخصاص بها ان الضرب ليس عمالية ابدالية يعني ما ينفعش اقول ايه ضرب بيه ايه بيه ضرب ايه مستحيل خلاص وعاليا ما لو عملت حاجة زي كده مش هينفع اصل لانا تكونت غيرت الصفوف بالاعمدة والاعمدة بالصفوف ومش هينفع الدرب اصل طيب والماتريكس هو قابل للتوزيع معاك ايه مضروبة في بي زائد سي هيبقى بي زائد اي سي كده بس مفس الترتيب ايه ادي ايه دي ايه بديك ماتريكس تاني يعني واندي ايه ماتريكس وماتريكس ويدربها يطلع لك رفع بس ايه بقى امثلة يعني للضرب انا بحسب ايه مش هلتوك ان امثلة مالين فمعاك واحد هتدرب في واحد ثلاثة هتدرب في تلاتة هتديك تسعة والواحد هتدرب في اتنين هتديك اتنين والثلاثة هتديك اتناشر دي دربية دي مثالي درب ايه لو جربت تعكس يعني المتاعة دي مش هتلاقاها كوميت اللي هي ترانسبوز عايزة اعكس الماتريكس ان اعكس الماتريكس معناها ان انا خلي الصفة عمود والعمود صف يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمس تتا دي الاتريكس عايزة جيب الترانسبوز بتاعها بيكتب حرفة تي فوق كده تي كابتل فعايزة اعمل ترانسبوز لديان يعني فاروحوا جايب اوح . اتنين ثلاثة اخليها empowered 2 3 اربعة خمس تخليها اربعة الخمس تداخل مدى الترانسبوز لوعياتكس عgrundية عايزة اعملها ترانسبوز بعك ساف اخله عمود وال passoف كولنو التاني اخليه عمود طيب لو معي اي بى سي و عملتها ترانسبوز تبقى اسماعبر اي بصي ساف سيفقى عمودصل. طيب محزة المتخصوص بتوع الترانسبوز يعني ان انت لابعك المتريكس الأول الماتريكس الثاني بتضربهم وبعدين عايز تجيبوا الترانسبوز لهم هي لما كنتش ضربت وجبت الترانسبوز الاولنية الترانسبوز الثاني وبعدين ضربت يعني ضربت الترانسبوز هي ترانسبوز بعدين ضربت تمام طيب واضح ان في حاجة بيبقى في الاكزامل ده بس انا ببقى شوخ ده بانه طيب انت ممكن تجرب يعني تضربهم ويطلع لك حاجة ودي تعمل لها ترانسبوز او ان انت تعمل ترانسبوز لدي وترانسبوز لدي وبعدين تضرب هيطلع لك نفس الناتج اللي تلعك بالنفس ماشي؟ تجربه بنفسك يعني if we have a square matrix we can combine the matrix determinant 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 دية اللي هو عيزة جيب قيمة للматريكس يعني بنسميها مقياس المتريكس قيمة يعني matrix dى في الاخر باتنين matrix d дى في الاخر باتناشر أو بعاشر اي حاجة يعني عايزة جيب قيمة للматريكس if you have a square matrix يعني لازم المتريكس تعقنت تربعية يعني مربعة 2 في 2 3 3 4 4 we can combine matriques elements to produce a single number call determinant of the matrix ممكن أخلي الإلمس كلها تحط كلها في حاجة واحدة بحيث يطلع دي single number determinant of A المتريكس دي اسمها A1-1 ودي A1-2 ودي A2-1 ودي A2-1 يعني المتريكس يعني العنصر دي عبارة عن عنصر في أول صف في أول عمود ودي أول صف في تاني عمود مش مديك أرقام يعني ودي التاني صف في أول عمود ودي تاني صف في أول عمود عايزة جيبة determinant بضرب الأول صف في تاني عمود يعني دا كده دا كده بضرب ده في ده ناقص ده في ده يعني A1-1 تضرب في A2-2 ناقص A1-2 في 2-1 ويفرض المتريكس 3 في 3 يعني 3 في 3 أعمدة لا تعمل إيه لا تعمل إيه هتبص المتريكس على أن هي 2 في 2 ماشي هتقولي المتريكة بتاع الـ A3-3 عبارة عن الـ A مضروبة فيه تجيب الـ determinant بتاع دي الـ A في الـ E و F والـ H أول خلاص وبعدين Lies الـ B فيه الـ determinant بتاع متريكس الصغير اللي يقدم في الـ 2D زائد الـ C أنا أنا مش موضح لا معلش مش موضح لاش أقولها تاني دلوقتي عايزة تجيب الـ determinant بتاع متريكس اللي هي 3 في 3 معي هتساوي الـ A وتشوف في الآخر ده مثلا دي الـ A دي موجودة في الصف ده والعمود ده ألغيه بقى ألغيه كده ألغيه عفوا ما تلغيش ليه وشوف إيه اللي تبقى ليه تبقى للمتريكس دي يبقى لإيه هتتضرب في المتريكس دي تمام؟ طيب نامسح كده بعدين أخذ الـ B وامسح الصف بتاعها والعمود بتاعها أو العمود بتاعها والصف بتاعها هيبقى المتريكس دي اللي هي DGFR يبقى DGFR أوكي؟ طيب بس بيه سالب يعنيه طيب بعد كده إيه؟ هاخد الـ C والـ C دي أمسح الصف بتاعها والعمود بتاعها وابقى معادي بس يبقى DCHG أو GHD دي خلاص؟ ده لو عايز أجيب بتاع متريكس 3 ترد أفترد ها نعم هيدينا المسايد طيب كويس لو عندي ماتريكس ساتة واحد واحد اربعة سالب اتنين خمسة تلاقي اتنين تمانية مش عارفة سبعة ما عايز اجيب الديترمنت بتاعها هيبقى عورها عن ستة مضروفة في الماتريكس دي يعني ايه مضروفة في الماتريكس دي يعني اجيب الديترمنت بتاع الماتريكس دي كنت بتجيبها سالب اتنين في سبعة ناقص كده احنا هنا دي كده دي كده دي كأنها متريكس 2 في 2 كنا بنعمل دف ده ناقص دف ده فانا هيجيلي هنا 6 هاضربها في المتريكس دي ما لها اجيب التيرمنت بتاع متريكس دي اللي هو سالب 2 في 7 ناقص 5 في 80 ناقص 5 في 80 بعدين اقول ناقص اللي هي الناقص دي ده ايه ناقص ايه بقى اخد البتاع ده وامسح الصف بتاعه نعموت بتاعه بقى ال 4 في 2 في 5 في 7 ايه بقى ال 4 في 7 ناقص 5 في ال 2 خلاص زائد عشان في هنا زائد بعدين زائد سي اللي هو الواحد ده اهو والصف بتاعه العقوب بتاعه الشالها يتبقى لده ومعاية ال 4 في 8 ناقص السالب 2 في ايه بال 2 ناقص السالب 2 في كذا اه اطلع للسالب 2 و 6 2 و 6 ده هو التيرمنت بتاع المتريكس اللي اسمها سي طيب لو عايزة اجيب الامبرس بتاع متريكس لازم تكون المتريكس دي تكون سكوير with square matrices we can obtain an inverse matrix if and only if the determinant of the matrix is non zero يعني لو determinant مش zero اعرض بجيب الامبرس طيب if an inverse matrix exists the matrix is set to be non singular matrix otherwise the matrix is called singular matrix يعني لو الماتريكس دي اللي هي انبرس بنسميها non singular ولو ما لهاش انبرس بتبقى singular matrix يعني ما لهاش انبرس يعني مرس التحف زيرو يعني او حاجة طيب خلييني بقى ادلوقتي معايا بايركس ال avanz كده ا 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 اتنين مكان ايه واحد واحد دول هتعكسوا مع بعض. وبعدين هجيب ايه واحد اتنين هيعكس اشارتها وايه اتنين واحد احكس اشارتها. يعني هعكس اماكن دول واعكس اشارت دي. ايه. خلاص? طيب واحدة واحدة كده. لو عايز اجيب الانفرس تا متريكس زي كده. اجيب العملية دي انا اعمل تلاتة في واحد ناقص التسعة في اه ستة. اهي. ده في المقام واحدة على. بعدين هيبقى الماتريكس دي. اعكسها. يبقى الواحد ما كانت تلاتة. والتسعة سالب والستة سالب. خلاص. بعدين بقى اضراب لي واحد ده يطلع لرقم. تلاتة ناقص. مش عارفة كم يطلع بسلا واحد وخمسين. سالب واحد وخمسين. يبقى واحد يطلع سالب واحد وخمسين. يبقى اضراب لي ده في واحد. يبقى سالب واحدة على واحد وخمسين. والرقم ده يطلع لك. يبقى تسع على سالب. يبقى تسع على واحد وخمسين. والسالب وهنا سالب يبقى ست تعالى واحد وخمسين سالب هيبقى سالب تتعالى واحد وخمسين فهتلاقها على ماتريكس جديدة بنفس الطول ودي اسمها الانفرس تمام؟ هنا بقى بقولك معك اتنين فيكتورز اللي لو سمحت هتلك جامعة بتاعها وهتلك دوت برودكت وهتلك برودكت طبعا لو احنا فاضين بس يعني خلينا نشوف حاجة تابعا إذا لدينا ماتريكس م واحد وم اثنين في المنظر ده بقولك هاتلي ضربوهم وهاتلي الانفرس هلانا في فرصة نحنا نجبها ممكن تجربوا كل ده بسعامة يعني ده الحل بتاع السؤال ده خلاص؟ دي كانت مقدمة على الماس بتاع الكمبيوتر جرافيكس خدنا البيت وخدنا الفيكتور وخدنا الماتريكس خدنا الابريشنز على الفيكتورز والابريشن على المترسيز والكاركتريستيك بتاع كل الابريشن إذا كانت تستريمتيب ولا كوميوتوتيب ولا أسوشتيب والحاجات ده هيبانة هميتا وإحنا شغالين هنلاقي إن إحنا في الروتيشن بنحتاج بنحتاج الفكرة اللي هي لإيه الكوزان سيتا والصين سيتا هيبان مع الوقت يعني بس دي كانت مقدمة يعني ده إن شاء الله في الفيديو كي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر